السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصفة اليوم او الاقتراح ديال اليوم غريبة او لدواز اتاي كالجه شيشة كالدوب في الفم كذلك مكوناتها سهلة اقتصادية معلكم الا تشاهدوا الفيديو تالاخير وفرجة ممتعة بالنسبة المكونات غنحتاج هنا ميا وخمسة وعشرين قران ديال الزبدة بحرارة الغرفة معها قبصة ديال الملح كأس اللارب او الا كأس اللارب ديال سكر سانيدة واللي بغا يضاعف الكمية معلي اللي يضوبل هاد المقادر كلهم اللي غادي ندكرهم في الفيديو غادي هنا نخدم الزبدة مزيان مزيان مع سكر سانيدة حتى ما كتبقاش بينا نهائيا سانيدة في الزبدة ومن بعد غادي نضيف مص كاس ديال زيت المائدة او الزيت سارومية وغادي نخلط هاد المكونات كذلك غادي نضيف ملعقة ديال القشور ديال الحامض واللي كيبغي النكها ديال الحامض بزيف ما علي إلا يزيد ملعقة أخرى إلا بغايتوا تعودوا عيوض القشور ديال الحامض ديروا النكها او القشور ديال الليمون ممكن كذلك غادي نضيف هنا ساشية ديال السكر فاني وغادي نخدم هاد المكونات مزيان مزيان ضروري ما تخدموا المكونات مزيان باش كتجيكم الغريبة ناجحة يعني ما تخليوش الزبدة تبقى بينا او الا يبقوا المكونات مدايبين شمع بعض ديالهم وهنا غادي نضيف تقريبا ميا قرام ديال البيسكوي اي ما يعادي الكاس إلا ربح ديال البيسكوي اللي ما عندوش البيسكوي وبغي يعودو بكوكاو او اللازنجلان يكون متحورة ممكن ولكن جربوا هاد الغريبة بالبيسكوي كتجي رائع كذلك غادي نضيف ساشية ديال خميرة الحلوة او البيكن باودر وغادي نخلط هاد المكونات وغادي نبدأ نضيف الدقيق تدريجيا بالنسبة للعبار اللي دخلوا لي هاد المكونات كانوا ثلاثة ديال الكيسان ديال العنبة ديال الدقيق الابيض بالنسبة للدقيق غادي تدخلوه تدريجيا وخانا اعطيكم العبار ديال انه راه تلاتة الكيسان اللي هزلت لي هاد الحلوة غادي تضيفوا الكأس الاول وانتو ما كتخلطو وهنا ضفت الكأس تاني وبالنسبة الكأس تالت راني في الاول ضفت النص دياله حتى عرفت ان العجينة مازال خاصة ضفت النص في الكأس اللي باقي يعني في المجموع ثلاثة ديال الكؤوس وهنا العجينة رخصها تكون ماشي خفيفة بزاف الى كانت غريبة خفيفة راه هكا تسيح في الفران يعني والحجم ديالها كي يجي بحل الحرشة او لشي حاجة يعني الغريبة مخصاش تكون العجينة ديالها خفيفة بزاف وكذلك ما تكونش العجينة قاصحة باش الغريبة كتجينا من الداخل شوية افتية وكتجينا كذلك شيشة ما كتجيناش قاصحة من الداخل يعني ضروري العجينة ما تكون ما هيش خفيفة بزاف وكذلك ما تكونش قاصحة بزاف وبالنسبة للتزيين غنحتاج هنا زنجلان يكون منقي هنا ران زنجلان اللي عندي مغسول ومنقي ولكن ما محمرش حينت ما زال غدي طيب هاد الغريبة في الفران وهناك نبدأ نشكل كويرات للحجم ديال الكورا انتم اللي كتتحكموا فيه واش بغيتو الغريبة صغيرة او اللي كبيرة ومن بعد كدوزوها مباشرة في الزنجلان يعني هنا راني مادرت ليها لبيض ديال البيض لتشي حاجة غير كنكور الكويرات كندير شوية ديال الزيت في ايدي باش مكيل تحصقش لي العاجين ومن بعد كنشكل الكويرات نحطهم في الزنجلان ونفندهم مزيان مزيان ومن بعد كندير ليها الكاوكاوة وكنحطها في صافيحة ديال الفرن وفي هاد الاتناء راه الفرر انشعلتوا باش كيسخن مزيان تكيسخن وعاد كندخل ليه الحلوة ونقص عليها البوطة ونخليها حتى كالطيب بالنسبة واش نحطو يعني السؤالي لجا واش نحطو العافية فوق الغريبة هنا هاد الغريبة ممحتاجينش انها تشقق يعني غير العافية من تحت منها حتى كالطيب ونشعل ونهبطوها باش كالتتحمر من الفوق وهذا هو اللي كيد بالنسبة للفرن هنا استعملت للفرن ديال الغاز بنفس طريقة طيبوها حتى في الفرن ديال الضو هنا كنبدأ نفندها ونحطها حتى الاخير وكنبدأ ندير لي هاد كاوكاوة كتزيين من الفوق وكاوكاو ضروري او للفوت السوداني اللي بغايد يدلوز ممكن انه كذلك ولكن تكوها مزيان هاد كاوكاوة باش مني كتبدأ طيب الحلوة ما كتخرش ليكم اولا ما كتطيحش على الغريبة مزيان 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 وبنفس طريقة غادي نبقى مستمرة حتى كنكمل هاد العاجين كلها اللي عندي بالنسبة للكمية اللي خرجت ليها خرجت لي هاد صفيحة ديال الفرن غادي نوري لكم شكل ديالها كاملة عامرة يعني كلها جات عامرة هاد صفيحة ديال الفرن يعني كتخرج طبصيل واللي بغا يضاعف الكمية ممكن انه وكيف مقلت لكم في الاول معليكم الا الدوبلو المقادر في جوج او اللي في ثلاثة وتخدموه بنفس طريقة غير الناصحة اللي غنعطيكم انه الكاوكاوة او اللوزة اللي درتوها تكوها مزيان في الغريبة باش ما كتطيحش ليكم وبالنسبة للنار في الاول اللي جاهدو البوطة تكيسخو الفران ومن بعد نقصو عليه ما تخلوش باش كتطيب الغريبة وكتتحمر وكتاخد لون يكون زوين هدا هو الشكل ديالها من بعد ما كملت الكيمية اللي عندي كاملة ودرت هنا كيف ما كتشوفو الكاوكاوية اما بالعرض او اللب الطول هدا هو الشكل ديالها من بعد ما تحمرت وخرجتها من الفران كتجي رائعة في شكل ديالها وكذلك الماضاق ديالها وكذلك الرائحة ديال الحامض او القشور ديال الحامض اللي درناها في الداخل ديالها كيف مما قلت لكم ممكن تعاوضوه كذلك بالليمون راح كيجي زوين القشور دياله تا هو او لنكهة دياله هدا هو الشكل ديالها كيف مما كتشوفو جات محمرة واللون وشكل ديال زنجلان كيعطيها كذلك او حد جمالية من على براه هدا هو الوصفة ديال اليوم او الا الاقتراح ديال اليوم دواز اتاي خفيف ممكن تحطيها مع القهوة او اللي اتاي في الصباح او اللي في العشية او اللي تقدميها للضيوف ديالك هدا هو الشكل دياله من الداخل كتجيه شيشة وكتدوب في الفم وكتقسم بسهولة كيف مما كتشوفو وبالنسبة لطريقة ديال الاحتفاظ ديالها معلك الا تفرشي البلاستيك الغذائي او اللي بلاستيكة اللي تكون قية وبيضة في البواطة حطيها وصدي عليها مزيان كذلك بالبلاستيك والغطاية ديال البواطة وهكا كتدوم معاك مدة طويلة ما كتبرد غيامة تشي حاجة كتجيه مقرمشة وزوينة ومن هنا كنقول لكم اللي اعجبكم الفيديو مع الاحباب والاصديقة عبر مواقع التواصل الجماعي اشتركوا باللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم المحفزة شكرا على الدعم ديالكم المتواصل الى اقتراح مقبل والى فيديو قادم والى وصفة قادمة باذن الله شكرا شكرا شكرا